السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع التجسس التجسس من الأخلاق الكبيحة المذمومة نهى الإسلام والشرع عن التجسس وحرمها لأنه عمل خطير وفيه مضر جسيم للأفراد والمجتمع قال تعالى ولا تجسسوا وقال عليه السلام ولا تتبعوا عورات المسلمين فيجب عدم التجسس على بيوت المسلمين وكشف مصطورهم والاطلاع على عوراتهم وتتبع زلاتهم والسماع إلى حديثهم أو التنصط على هواتف الناس وموكي لاماتهم فيجب عدم البحث عن عيد وعورة أخيه المسلم ويطلع عليها بعد أن سطره الله أشنع التجسس هو التجسس على الأفراد والأمة وعلى المجاهدين لصالح أعداءهم وإفشاء أسرارهم الحربية ومتابعة تحركاتهم وسكناهم وحديثهم وإفشاءها للأعداء وهذا مما يعرض الجميع للشر والأضرار الجسيمة التجسس من كبائر ذنوب ومن أبشع وأعظم الجرائم فهو دليل على دنائة وكضارة هذه النفس الخبيثة التجسس من شعب النفاق المعشش في قلب صاحبها التجسس يدل على ضعف الإيمان بالله إنها من أعمال الشياطين التجسس يؤدي إلى البغضاء والعداوة والكراهية والانتقام وتحطيم الأفراد والأمة عكوبة التجسس عند الله هو الفضيحة في الدنيا فيكون مقروها مبغضا فلا يأنس ولا يرتاح الناس بحضوره وله الخزي والعقاب الأليم في نار جهنم وبئس المصير إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر